بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب النكاح النكاح أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من المصالح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها شروط جواز النظر إلى المرأة ستة أولاً أن يكون بلا خلوة ثانياً أن يكون بلا شهوة ثالثاً أن يغلب على ظنه الإجابة رابعاً أن ينظر إلى ما يظهر غالباً خامساً أن يكون عازماً على الخطبة سادساً ألا تظهر المرأة متبرجة أو متطيبة كالكحل وما أشبهه من التجميل ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك أو يرد ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقاً ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها قاعدة كل من لا يجوز العقد عليها فإنها تحرم خطبتها تصريحاً أما تعريضاً ففيه تفصيل وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن والثلاث الآيات فاسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا الآيتين ولا يجب النكاح إلا بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك وبالقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر